طوارئ في مصر وبيان عاجل من الحكومة لكل المصريين وعاجل أجازة رسمية من الدولة لجميع الموظفين ننشر التفاصيل وخبر صار من الحكومة بشأن سعر الغيف الخبز ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو وعاجل ننشر حقيقة ظهور نتيجة السنوية العامة وبيان عاجل من الوزير وخبر صار جدا بشأن قناة السويس وعاجل 2700 جنيه البرلمان بيناشب بسرعة تطبيق الحد الأدنى للرواتب وعاجل مبلغ كبير جدا كم سيبلغ قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه ألفين أعجبني أو لايك وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض فيه تفاصيل أول خبر معانا وطوارئ في مصر وبيان عاجل من الحكومة لكل المصريين وأعلامة الإدارة المركزية للسياحة والمصائف الإسكندرية بمصر حالة الطوارئ وذلك بعد تحذيل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواك وبحسب بيان مصائف الإسكندرية فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات التي تحافظ على أرواح من على الشواطئ وسلمتهم حيث تم زيادة عدد الغطاصين بكافة الشواطئ والتأكد من تواجد عمال الأبراج بأماكنهم وتجهيز الإزاعات الداخلية للشواطئ للتحذير الرواد بصفة مستمرة طوال اليوم والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وعدم التوغل بمياه البحر ونشدت الإدارة كافة الرواد بضرورة توخي الحيطة والحضر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب طيارات السحب كما يفضل ارتداء لايف جاكت مع التأكيد على تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي وشددت على استمرار خطوة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة التي تم رفع الرايات الحمراء بها مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة لذا تهيب الإدارة بالسادة الرواد بضرورة الالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين كما ذكرت المصطفين نشاط النخين مغلق بقرار من النيابة العامة لذا يرجى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول به حفاظا على سلامتين حيث ان ذلك الشاطئ شهد تلت حالات غرق خلال الفترة الاخيرة رغم غلقه المصدر معانا كان من صحيفة الوطن نتمنى ان شاء الله الخير والسلامة لجميع المصيفين في هذا الموسم اترك لحضراتكم التعليق وننتقل مع بعض الخبر اخر في منتهى الاهمية وخبر صار من الحكومة بشأن رغيف الخبز واصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 22 وصادر بتاريخ يوم 17 يوليو 2022 وضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعا ونص القرار الصادر على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعا بالمخافز البلدية التي تعمل بوقود السولار وذلك في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 22 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها السولار نص التوجيه الوزاري على قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخافز البلدية والتي تعمل بوقود السولار طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية وأكد المصرحي في بيان أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعا من خلال بطاقة التموين بسعر خمس أروش فقط واستمرار تحمل الدولة فارق تكلفة الانتاج وسددها لأصحاب المخافز من خلال هيئة السلع التموينية ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعا على بطاقة التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم مصدر معانا كان من جريدة المال أترك لحضاراتكم التعليق على هذا الخبر المهم والعاجل معانا في الوقت الحالي نمتل مع بعض الخبر مهم وعاجل أجازة رسمية من الدولة لجميع الموظفين وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم السبت الموافق 23 من شهر يوديو 22 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وبأحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تورة 23 يون وكان الدكتور مصطفى مدبولي عقد اكتماع مع المهندس يحيى زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية قائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية القناة السويس وجه بمضافة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقع لعدد من المشروعات خاصة بالهايدروجين الأخضر وترجمتها لعقود فعلية وخلال الاجتماع تناول المهندس يحيى زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القناة السويس الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية مستعرضا الجوانب المرتبطة التمويل الاستثمارات لتطوير منطقة شرق بورسعيد وموانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى وميكانة الخدمات الجمركية ومحطات تحلية المياه والصرف وتوزيع الكهرباء والمشروعات اللوجستية مصدر معانا كان من قهار 24 إذن يعني علفت من هذا الخبر أن إن شاء الله السبت 23 يوليو هو أجازة رسمية مدفوعة الأجر من الدولة للقطاع العام والخاص أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر انتن مع بعض الخبر آخر وعاجلنا نشر حقيقة نتيجة السنوية العامة وظهرها وبيان عاجل من وزير التربية والتعليم ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثلاث شائعات انتشرت على السوشيال ميديا خلال الأسبوع الحالي وترسل صحيفة مصروي أبرز الشائعات التي تم نشرها على السوشيال ميديا وأولى الشائعات معانا وهي ضم سنة خمسة وسنة ستة ابتدائي بالعام الجديد يعني هيضمه سنة خمسة وسنة ستة مع بعض والدكتور طارق شوقي بتطبع نفى ما تم نشره على السوشيال ميديا بشأن ضم صفين الخامس والسادس الابتدائي في صف دراسي واحد بالعام الدراسي الجديد 20-22-2023 بالنظام التعليم الجديد 2.0 وقال وزير التربية والتعليم ان ما تم نشره على السوشيال ميديا في هذا شأن ليس له أي أساس من الصحة وكلام فارغ وتم الانتهاء من المناهج الجديدة في الصف الخامس 20-22-2023 وشوقي قال نستمر في التطوير عام تلو الآخر بلا أي ضم لسنوات مثل هذه الأكاذيب فيه برضو شائعة أخرى نشروها يعني بعض من أولياء الأمور والطلبة وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ما تم نشره بشأن تحديد الوزارة موعد بدء العام الدراسي الجديد في 17 ستمبر القادم وزير التربية والتعليم قال إن الكلام ده في شأن من الدراسة هتكون يوم 17 ستمبر المقبل ليس له أي أساس من الصحة شائعة أخرى والشائعة دي يعني عملت جدل وهو إعلان نتيجة السنوية العامة 22 قبل 2 أغسطس دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كشف حقيقة ما تم نشره على السوشيال ميديا بشأن نتيجة السنوية العامة 22 هتكون قبل 2 أغسطس القادم ووزير التعليم قال إن كل ما يصار من أخبار مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء جميع امتحانات الطالب المشارك في وقاعة الغش بامتحانات الفيزياء للدور الأول من عام 21 و22 وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام مع احتساب عام الحرمان عام رسوب ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني وجاء ذلك بعد نتيجة التحقيقات التي تمت لكشف تفاصيل وملابسة الواقعة وفق بيان الوزارة مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي يعني بعض الشائعات اللي طلع يعني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ووضحها بنفسه أترك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وخبر صار جدا بشأن قناة السويس وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها خلال 21 و22 وضح المركز أن إيرادات القناة شهدت ارتفاع بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار في 20 و2021 ووفقا للمركز فقد سجلت القناة هذه الأرقام بعدما شهد عدد السفن العابرة القناة السويس خلال 21 و22 ارتفاعا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بتسعتاشر ألف سفينة في 20 و21 كما شهدت الحمولة الصافية القابرة للقناة ارتفاعا بنحو 10.9% لتصل إلى 31 من 100 مليار طن في 20 و21 و22 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 20 و21 مصدر معانا كان من صحيفة الأهرام أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر طبعا أخبار سرة جدا يعني قناة السويس جابت لنا سبع مليار بدل خمسة وثمانية من عشرة مليار يعني فرق مليار و2 مليون دولار فرق نمو أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وعاجل 2700 جنيه البرلمان بيناشر بسرعة تطبيق الحد الأدنى للرواتب وطلب مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العامل نقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أصحاب الأعمال وضرورية الإعلان عن مبادرات الحد الأدنى للأجور المقررة ب2700 جنيه فورا اسوة مما تم تطبيقه على العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية في إبريل الماضي خصوصا بعد تحريك أسعار المواد البترولية مؤخرا مما ترتب عليه تحريك بعض أسعار السلع الأساسية وناشد بدوي بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور لإجراء حوار عاجل حول تداعيات وآثار ارتفاع أسعار بعض السلع وكيفية إيجاد حلول لمواجهة تلك الأثار ووضع سياسات جديدة لربط الأجور بالأسعار مصدر معنا كان من صحيفة مصروي إذن برلمان بي طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 2700 جنيه أبرك ليكم التعليق على هذا الخبر ننتلم بعض الخبر آخر وعاجل مبلغ كبير جدا كم سيبلغ قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي يتوقع محللون اقتصاديون أن تحصل مصر على ما بينه 5 إلى 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج جديد ستنفذه مصر مع الصندوق ومنذ أسبوعين أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطة المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة وقال المحللون الذين تحدثوا لصحيفة مصر وإن البرنامج الجديد هيكون بمبلغ كبير نظرا لارتفاع الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة كما أنه يتطلب إصلاحات تستلزم تمويلا كبيرا ويعرف الصندوق التسهيل الممدد بأنه يقدم عندما يتعرف بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها ويكون التسهيل من خلال برنامج يبلغ ثلاث سنين وأحيانا يمتد الأربع سنوات ويغطي فترات أطول للعمل المشترك وإتنام السداد بحسب الموقع الرسمي للصندوق وتوقع الدكتور فخر الفئي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على ما بين 5 إلى 7 مليار دولار ضمن برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي وأضاف صحيفة مصراوي أن هذا المبلغ يتناسب مع الاحتياجات الكبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة كما يتناسب مع حصة مصر في صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمة حصة مصر في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي أكتر من 2.8 مليار دولار ويخضع الاختراض في إطار اتفاق التسهيل المبدد لحد الاستفادة العادة الذي يبلغ 145% سنويا من حصة البلد العضو في الصندوق وتشير بيانات الصندوق إلى أنه يمكن أن تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية شريطة أن يستوفي البلد المقترد مجموعة من المعايير المحددة سلفا بحسب الفئي فإن بعض الدول تحصل على استثناء في هذه الحصة خاصة إن كان لها سجلا جيدا مع الصندوق ولفزت من قبل برامج ونجحت فيها وفي مذكرة بحثية البنك بي ام بي باربيا مطلع الشهر الحالي توقع أن تنطوي المفاوضات بين مصر وصندوق النقد في النهاية على القرض بحجم لائق يبلغ 10 مليارات دولار أو أكثر للتعويض عن تقييد وصول مصر المتزايد إلى أسواق السندات الدولية والديون وتوقع البنك في مذكرة بحثية لاحقة أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الحالي لمصر نحو 47 من 10 مليار دولار وهو ما يتطلب تمويلا من عدة الجهات أبرزها الصندوق أكثر من 15 مليار دولار يتوقع هاني جنين الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن تحصل مصر على حجم قرض يتراوح بين 15 ل 20 مليار دولار أشار إلى أن بعض الدول تتجاوز حستها بنسبة كبيرة جدا وضح لمصراوي أن الأرجنتين مثلا اقترضت 45 مليار دولار في إبريل الماضي وحاليا قرضها أكبر من 1000% من حستها في حقوق السحب الخاصة وأرجع جنين هذا توقع إلى حجم الفجوة التمويلية السنوية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة كبيرة جدا وتبلغ ما بين 30 إلى 40 مليار دولار وهو ما يستدعي عودة مصر إلى سوق السندات والسقوق العالمي بتصنيف ائتماني مناسب وهو أمر صعب للغاية في غياب الاتفاق مع الصندوق المصدر معانا كامل صحيفة مصراوي أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر أنتم تتوقعوا ما هو حجم المبلغ اللي مصر يعني هتقترضه من صندوق النقد الدولي عاوز أعرف رأيكم الدون أرقام في التعليقات تحت بقرأ تعليقات حضراتكم كلها جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ما تجسوش تعمل متابعة للصفحة وتعمل وشير للفيديو ولايك إن شاء الله شوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته